السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جوايا كل عام وانتم بالف خير. النهاردة تسعة عشرة عشرين تلاتة وعشرين. النهاردة انا عايز اتكلم على كزا موضوع مهم. لازم نخلي بالنا منهم. الا وهي الرش. طيب الرش مية للرش. الرش لازم تخلي بالك. انت بتتعامل مع ورية المنجة. ورية المنجة مختلفة في الملمس بتاعها غير اي محصول اخر. غير اي فكهة تاني. ازاي? ان الورقة بتاعتنا ليها صفة خاصة غير اي ورقة تانية? ان الورقة بتاعتنا ورقة شمعية. يعني ايه شمعية? يعني عاملة زي كده ايه بالبالة دي كده عاملة زي المشمع يعني محلول الرش بتاعك لما بينزل على الورقة دي ما بيحصل لهاش بيحصل عدم تماسك. يعني المية بتاع المية نفسها ما بقاش فيها تماسك على بشرة ورقة المنجة. ده معناه ايه? معناه ان احنا يا جماعة لما نيجي الرش ما نرشش غسيل ما نرشش غسيل. بالنسبة ليه? المغزيات بالنسبة للمبادات الفطرية بالنسبة للمبادات الحشرية. نخلي بالنا ان احنا بنتعامل مع ورقة لها صفة خاصة وليها تركيبة خاصة. ان انا مروحش اغرق الشجرة بتاعتي بشكل كبير بالنسبة للحشر. بالنسبة للمغزيات وقلص النتائج عندي مش عالية ومصاريف كتير. الرش في المبادات الحشرية والمغزيات وبعض المبادات الفطرية يستلزم عليك ان انت ترش رش بخار تبخير رزاز عشان تجيب نتائج ملموسة. مش غسيل وغرق الشجرة وغرق الدنيا. لازم نخلي بالنا من نقطة دي. الا ازا ان احنا عندنا عفن هبابي. او عندنا اشنات. او عندنا اي مشكلة فطرية. ممكن استخدم مركبات النحاس او اي مركبات المتخصصة في السوق. وابدأ ان انا اخسل شجرتي. ليه? عشان? انا عايز انزل المشكلة اللي على الورقة. مش الورقة تبقى نظيفة بالشكل ده. وارشها رش غسيل وانزل كميات مية كبيرة. لو انا مستهدف اي مرض زي الاشنات او زي اي مرض بكتيري او فطري على الخشب او على الورقة اه اخسل. ما فيش مشكلة. بالنحاس بالصابون الزراعي بالحاجات اللي هي المتخصصة عشان انزل الحاجات المعوقة على الورقة او ازا كان على الخشب او الافرع اللي عندي. دي نقطة. النقطة التانية مواعيد الرش. يا جماعة مواعيد الرش في الامراض الحشرية لما كون انت عايز مستهدف جسد بالاخص. بلاش ترش من بعد الساعة عشرة والشمس طلع. عشان التعداد بتاعك هيقل. عشان تاخد التعداد الصح وانت جاي تفحص وتعرف انت عندك كم حشرة. لازم تفحص في الفترة الصباحية. اللي هي الفترة من ستة الصباح وانت طالة لها تساعة تمانية. وفيه وقت الغروب اللي هو من بعد الساعة سبعة وانت نازل بقى ليلا تاخد التعداد بتاعك. افضل توقيت للرش عشان تستهدف اكبر كمية من التعداد اللي عندك هو الفترة الصباحية من الساعة ستة الصبح لو مفيش شبورة مائية او مفيش اه اه اي مية على الورقة لغاية الساعة ثمانية وتوقف وهكذا ترجع تكمل شغلة تاني بصفة ليلية. انما ان انا رش في وقت الزخيرة فانت التعداد بتاعك هيكون قليل جدا وان انت هتستهدف التعداد قليل جدا. دي حاجة. حاجة تانية الفترة دي فترة تزبزب فيها بالنسبة للحشرات هتلاقي ان الدنيا بدأ تخلف معاك شوية في التريبس والجسد. بس خلي بالك ان اغلبية الحشرات هتلاقي موجودة عندك ومع الزهرة عندك في التربة تحت. حاول ان انت تفكك الدنيا شوية من تحت. ودي فرصة اللي هتجيلك الايام الجاية ان انت هتبدأ ان انت تفكك التربة شوية. دي نقطة. النقطة التالتة. موضوع العجنت البوردو. في واحد كان ايلي. ان انا لو انا حد كان اقيل له يعني. ان انت لو انت عملت دهان البردو. وعملت الديهان على الشجرة فده بيأثر على نسبة تزيهير عندك في الموسم اللي جاي. طبعا الكلام ده خطأ اعمل اعمل الخلطة بتاعتك بشكل عادي جدا. اعمل الخلطة بتاعتك الديهان البردو اللي هو الجير الحي او الجير المطفي ومع كابرتات النحاس ومع الغر. وبلاش البلاستيك. يعني خلي البلاستيك على خفيف لو انت عايز مفيش مشكلة خالص مش عايز ويكون ده الافضل. وان ان انت تعمله في اي وقت ده ما عندك تشوقات. ما فيش مشكلة ولا بيأثر على تزيه ولا بيأثر على حاجة. زي برضو موضة النحاس. ان انا مفعش رش نحاس عشان بيبلطلي العين والشغل اللي انتم عارفينه ده. النحاس برضو بترش باي وقت لو انت عندك مشكلة. او انت عايز مقاء فطري من اي مشكلة. تقدر ترش نحاس في اي وقت. ما بيأثرش على العيون خالص. طيب. الحاجة التانية. الناس كانت سألاني على تحليل الاوراق. اخد الورقة ايش ازاي? الورقة يتاخد بالشكل السليم. ورقة تكون سليمة مية في المية. مفهاش اي خدوش. مفهاش اي امراض. مفهاش اي حاجة. وتتاخد بالعنق بتاعها. وتتاخد بشكل عشوائي. وتتحط فيه اكياس ورقية. وتتاخد بشكل عشوائي. وتبدأ ان انت تعلم الاجزاء اللي انت اخدت منها في قلب الحوشة. ولازم تحلل. لازم تحلل. وده اكبار عليك انك لازم تحلل. وده افضل وقت ان انت تقدر تعمل تحاليل اوراق فيه. عشان تاخد النسب العناصر الموجودة عندك في الاوراق. وتقدر ان انت تمشي على الخطى بتاعها من جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وانتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم.